العوافة موضوع من قرر تفجير مرفق بيروت لأي أسباب أكانت اقتصادية أم سياسية أم أمور تتعلق بالساحة الإقليمية وبعض الأطراف الدولية للأسف عنا قضاء مشلول عنا قضاء مسيس عنا قضاء مثل ما قالوا اليوم أهل الضحايا أنه العدلي صار مسيس وبالتالي يجب أن يرحل عن هذا الملف علما حتى لو ما كان مسيس أنا مش عابد بجنة وجهة نظرهم ولكن لو كان منه مسيس طالما أنه الملف توقف منذ أكثر من سنة ونص يعني معناته لازم يحس لحاله ويتنحى عن هذا الملف بدل أن ينتظر طلبات كف اليد أو طلبات التنحي على كل حال هناك العديد من المسؤولين بالسلطة القضائية كان يجب أن تتموا لحقتهم بجريمة تفجير مرفق بيروت لأنه الإهمال نحن معنا نقول أنه هن مرتكبين هذا الجرم ولكن الإهمال أدى إلى ارتكابه بغض النظر عن نظريات الهجوم الصاروخي أو بالطيران أو ما شابه ولكن هناك أهمال متمادي صار من سنة 2013 برئاسة الصارق الطويل نجيب مئاتي اللي كان الحكومة بإيده واللي فاتت ومعه خبر بأنه وزير العدل الأسبق أشرف ريفي كمان الكتاب الموجه له سكت عنه ولم يتم ملاحقة لا رؤساء الحكومات المتعاقبين من ذلك التاريخ ولا وزراء الأشغال ولا وزراء الملية بالتالي هناك تقصير متمادي من قبل السلطة القضائية خاصة العجلي وأيضا النيابة العامة التمييزية فبالتالي نحن نقف أمام هول هذه الكارثة وهذه الجريمة الكبرى التي تعتبر أكبر تفجير غير نووي بالعالم وهون منقول لأهيل الضحايا الله يصبركن ولكن أيضا هناك ضحايا أخرى موجودة بهيدا الملف وعم تدفع نتيجتها كل يوم استشهد وخاصة بدري ظاهر ورفاقه يلي ما حدا عم بيحكي فيهون وما حدا عم بياخدهم بعين الاعتبار خاصة العدلي ووزير العدل والمدعي عام التمييز اللي يجب أن يطبقوا قانون التنظيم القضائي وخاصة المادي عشرين منه اللي بتجيز لوزير العدل استنابة قاضي آخر من أجل البت بملفات تخليط السبيل لمقلة علاقة مباشرة بمضمون التحقيق لأنها لا تتورع أي نتيجة من خلال التدخل بآلية التحقيق ولكن إجراء شكلي يعتبر البت بملفات تخليط السبيل لأنه حكماً صاروا لازم يظهروا حتى حتى المش بريء منه صار لازم يظهر لأنه الأنون واضح ما فيك تضلق موقف أشخاص أكتر من المهل المحدد اللي قالهم بأنون العقوبات وبالتالي هني من دون محاكمة ومن دون قرار ظني حتى فيجب أن يستفيق هود النيمين بالسلطة القضائية لأنه إهمالهم أدى إلى التسبب بهذا التفجير وأيضاً رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم السارق نجيب ميقاتي اللي بتحفنا ببياناته واللي يعني بعد شوي بده يحكي كلام سفيه أكتر من هيك ولكن رح رد عليه بكل حرفية بهذا الموضوع الموضوع اللي بيسبق موضوع نجيب ميقاتي سمير جعجع هذا الغبي الغشيم الذي يعني ما رح أجيب صيرته كتير لأنه ما بيستاهل وما بيحروز بس يجب الإضاءة على كم نقطة مش لأنه أوردهم بمؤتمر الصحفي ولكن عنده سمير جعجع عنده الحقد وعنده فوبيا اسمه جبران بسيل وحقده بيخليه يطلع بعد 24 ساعة كل ما يحكي الوزير جبران بسيل لحتى يذكر جماعته أنه موجود طالما بالقرارات المصيرية ما له علاقة وهو مجرد عميل ينفذ أوامر الأصيل وبالتالي الوكيل ما عد له دور لما يكون فيه قرارات أول شي غبائك وحقدك على الوزير جبران بسيل ما بيخليك تمطر أكتر من 24 ساعة لحتى تفرجي أنك أنت موجود على الساحة السياسية اتنين يعني بدي بدي هيكي بس لحتى فرجيك يا سمير الغبي أنه غبائك ليك لوين بيوضيك بتتذكروا وقت قبل الانتخابات كيف كان عبيعمل هالهمروجي هاي دي نحنا وبدنا ونحنا فينه ونحنا منشلح سلاح المقاومة ونحنا منرجع الكهربا ونحنا 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 طلع لا بده ولا قادر أصلا يعني حتى لو كان بده بس وما بده بس غبائه بحاملته الانتخابية قديش كنت أنا أقول إذا بتتذكروا عم بيكون فيه كتير شباب وصبايا من حزبه مناصرين أو منتسبين عبيظهروا من جوهم وعم بعمل زومات معهم وكنت عدددله قديش فيه عدد سابق بوقت الانتخابات وما قبل الانتخابات هلأ رح قل له كمان أكتر نتيجة الحملات اللي عبيعملها هناك ستمية وتلاتة وتمانين من بعض من تنين حزيران لغاية هيدا التاريخ ستمية وتلاتة وتلاتة وتمانين شاب وصبية يا أما منتسبين لحزب البخاري يا أما كانوا مناصرين لحزب البخاري اكتشفوا كذبوا واكتشفوا قداش هو غبي وقداش هو بيفوت الناس بالحيطان وبالتالي يعني بالانتخابات يا سمير حتى فرجيك قداش أنت كنت عبتعمل حملتنا الانتخابية أنه ربحنا بالرغم من كل اللي عملته ربحنا وجبنا كتلة أكبر من كتلتك بس أنت استنجدت بالسفير البخاري لحتى يشتري لك مئة ألف صوت يا شباب وصبايا البخاري السفير السعودي اشتري له مئة ألف صوت لحتى يقدر يعمله كتلة أكتر من تمان نواب لأنه عنده هو تلاتةعش وعنده ستة طالعين بصوات الغير وبالتحالف سوري ومن أصل تلاتةعش عنده سبعة بواسطة المصاري انشاروا من السفير البخاري بالرغم من كل هايدي الاشياء اللي عملتها وبالرغم من أنك طحنت كرامة الناس واشتريت الأصوات مئة ألف صوت بمصريات السعودية فشلت وما طلع من أمرك شي وهلأ بطمنق أنه ستمية وتلاتة وطمانين شابه صبيه من تنين حزيران لغاية هيدا التاريخ كل يوم عندي زمين وتلاتة وعم بيكتشفوا كذبك وغبائك لهالسبب بطلوا عم بيحكوك وانت على كل حال عبتعملنا معركتنا الانتخابية لأنه انت أهم سبب للنجاح بالانتخابات وخاصة بالالفين وستة وعشرين فمش ما في داع نصرف ولا ليرة ولا فرنك مأدوح على حملتنا الانتخابية واكتر من هيك بدي بس تذكر بشغلة ببلجيكا كان في كنيسة للموارنة للطائف المارونية اللبنانية في موارنة سوريين وهيدي عم بوجهها لأخواتنا السوريين كمان في موارنة سوريين عددهم منوا كتير ولكن كانوا عم بيحاولوا يعملوا الداس للشهداء طبعولهم اللي سقطوا بالحرب الارهابية الداعشية اللي كان دعمها جعجع ورفاقوا من الدواعش أشرف ريف ونجيب مئاتي وسعد الحريري والمستقبل وكل هود الدواعش بدون يحاولوا يصلوا ليجنزوا عمدون جناز ما بعرف أي سنة لأحد الشهداء بالجيش السوري اللي هو مسئب ضابط مسيح ماروني قاموا لأيام حزب البخاري ببلجيكا لحتى يمنعوا كاهن الرعية من أنه جنزوا هذا الشهيد في الضابط الماروني السوري فصار في تسوية بينهم وبين كاهن الرعية على أساس أنه بيظهروا بيعملوا نجي الناس بس يظهروا زعران سمير جعجع من الكنيسة وهيك صار ولكن تركوا واحد بقلب الكنيسة منهم لما علقوا صورة الشهيد الضابط السوري الماروني اللي استشهد على أيدي داعش والنصرة وفليحكم الإخوان صار في هرجو مرجو هجموا على الكنيسة زعران وبس حتى فرجيكم أنه هيدا هو سمير جعجع وحد يفكره مسيحي فإذا الضابط سوري ماروني لأنه سوري بس هو مع السوريين الداعشيين ومع الإخوان المسلمين إذا كانوا سوريين ما عنده مشكلة أكتر من هيك بحب بقول يعني ليكا سمير جعجع أنت بعدائك واللي عم بتعمله فتنة لأنه الفتنة اللي استمرت صار له من وقت المطران اللي هلأ هو رميش ومرميش اللي عم بتحاول تستثمر فيها عم بتعادي أنت أكتر من مليون شيعي من بيئة المقاومة وبالتالي أنت عارف أنه المقاومة وبيئتها ما رح ترد عليك لأنك غبي وغشيم وحقير بالنتيجة في تنجي وعميل ما بتستاهل بس أنت شو عب تعمل؟ أنت عب تضر جماعتك اللي بعد فيه شوية مسيحيين بيدوروا بفلك حزبك عم بتضرهم لأنك أنت عب توشد زعران حركة أمل لحتى يجاوبوك ويردوا عليك وأصلا ما رح يردوا عليك مباشرة لأنه أنت شركة أنت ونبيه بره رح يردوا بالشارع المسيح الآخر اللي هو بيعرف حقيقتك وبيعرف حقيقة وإذا عم تطلطى وراء البطرياركية ما رح تنفعك لأنه بالنتيجة تطلطيك وراء البطرك سمت التسعة وتمانين والتسعين لك لوين وصلك وصلك على الحبس وما كنت تفهم وبعض لك لهلأ مش عم تفهم هالقد بتستيها الرد عليك لأنه كلامك كله ما له عازي يعني مثل جنبلات مثل جنبلات على البلات ننتقل لموضوعنا التاني اللي هو نجيب ميقاتي نجيب ميقاتي عمل بيان يعني ما خلوا بقى لا على الرئيس الجمهورية ولا على الطيار الوطني الحر ولا على الوزير جبران بيسيل واتهم بكل الاتهمات ما بدي فوت بالقراءة طبعيته ولكن أول شغلة بتلفتني للرد على هذا الصارق هذا المجرم وهون بين هلالين في كتير عم بيسألوني طيب ما المقاومة سمتته يا عمي واحد بتسم حرامي اللي بتعرفوه غير الحرامة اللي بيجي جديد وأكتر من هيك طالما ما عارفين المقاومة ونحنا إنه ما رح تتشكل حكومة ونجيب ميقاتي ما رح يشكلها وأصلا ما بدوا نفوتوا بتسميات أخرى ليه لأنه إذا جيبوا رئيس حكومة جديد وصار فيه تشكيل حكومة واستلمت صلحيات رئيس الجمهورية معناتها طار ملف الترسيم لأنه بيعمل متل ما عمل السانيورة سابقا نجيب ميقاتي ما بيسترجي يعملها هيدي وهلأ بعدد ليه بدوا يعمل متل ما عمل السانيورة بمفاوضات اللي تنازل عن حق لبنان بالمياه الإقليمية لشمال صيدة تنازل للأبارسة بس عم بيحكي كان عم بيحكي الكنة لتسمع الجارة عم بيحكي الجارة لتسمع الكنة يعني تنازل عن حقوق لبنان لمصلحة العدو بواسطة أبرس فرح يجينا كان رئيس حكومة جديد مش معروف أصله من فصله ومش معروف شو توجهه ورح كان يستلمر الصلاحيات رئيس الجمهورية في حال انتهت الولاية من دون انتخاب رئيس ورح يمضيلهم على ملف الترسيم هايدي أول نقطة تاني نقطة وهتفكر ان المقاومة هي يعني بدا تسمي لانه هي بتحبه لا او لانه وقوفا على رغبة آآ آآ نبيه بري ابو الاراني بلا لانه معلاش الواحد بدي يكون واقعي وبدي يقرأ سياسي لانه آآ مكرون والفرنسيين لك بس جبت سيرتو بدي قاطوس ما تخزوني راحت لانه فرنسا وماكرون هن الواحدين اللي عندهم صلة غير مباشرة مع المقاومة وبالتالي في اتصالات على طول دائمة وهناك ايضا اتصالات اكبر على المستوى الاقليمي تقودة فرنسا وماكرون وبالتالي تمنوا على المقاومة انه يسموا نجيب مئاتي تخيلوا النقطة وين مش هن اللي اللي بدون ينقال ليش سموا المئاتي لح قلكن بشكل بساطة لانه المفروض كان جعجع وليد جنبلاط ونوار واب ما يسمى بالتغيير هن اللي يسموا حيالله مرشح اخر مش المقاومة لانه هو جاب اربعة وخمسين صوت بشق النفس طيب هودوليكي لو سموا كان نقصوا من الاربعة وخمسين صوت طبع نجيب مئاتي نقصوا اكتر من سبتعشر صوت وكانوا جابوا شخصية تانية ولكن لانه الحرام اللي بتعرفوا بالنسبة لهالاربعتشور اللي بيمرقوا غير الحرام اللي ما بتعرفوا هيدا فيما يتعلق بالسرقة ولكن فيما يتعلق بالتوقيع هونيك المشكلة هونيك المشكلة على كل حال هاي دي تاني نقطة تالت نقطة نجيب مئاتي قبل ما تحكي انت وتصوب سهامك على العهد وتقول انه العهد فشلنا والعهد انت المسؤول كرئيس حكومي مش بس انت ككل رؤسة الحكومات انتو اللي سرقتوا صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يختصر كل الصلاحيات بايده فبس بدك تحكي عن هيدا وتقول انه اه يا بالعرب باللبنان اللي مشاب رحوي ما قال كلمة شلكي يا شلكي شيلي منك وحطي فيي شيلي منك وحطي بغيرك يعني انت المسؤول عن الصلاحيات انت المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة بالسلطة التنفيذية انت المسؤول عن محاسبة الوزراءك على اعمالهم حسب المادة اربعة وستين وخمس وستين مش رئيس الجمهورية فانت الفاشل وانت اول واحد مسؤول عن تفجير مرفق بيروت لانه كنت انت رئيس حكومة وبالتالي اجي تفرغت هيدا الباخرة وهلأ بدي اقرأ بس هيدا المستند لانه بوقتها تم اعلام وزير العدل اشرف ريفي الداعشي الاخر وهدى الكتاب محول بستة وعشرين حزيران الفان واربعة عشر من سفارة سورية اه روسية الاتحادية بلبنان عم تحكيه عن موضوع السفينة اللي فاتت على لبنان وانت طنشت عن هيدا الموضوع متل ما طنش اشرف ريفي ليه طنش تعرف ليه لانه انت واشرف ريفي وكل الدواعش ودواعش للمستقبل سابقا لانه فرضته هلأ كنتو عم بتهربوا هذه النيترات الى سورية للدواعش من اجل تفجيرها اه اه ضد الشعب السوري وضد النظام السوري وكلنا بنعرف يعني الاحفاضات وقصص اللي كنتو عبتوا الدولة وكلنا بنعرف مين وراء باخرت لطفالة واحد وراء باخرت لطفالة اتنين فقبل ما تحكي عن رئيس الجمهورية اول شي عراف حدودك وعراف انه انتو اللي سرقين صلاحيات رئيس الجمهورية بمعاية سمير جعجع والبطراكسفير بوقتها انتو المسؤولين عن 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 مؤدرات الدولة وانتو اللي سرقتوا الدولة وانت على راسهم من بعد ما سرقت الخلية والكفالات تبعية الشعب اللبناني ما بدي عدد هاو دي الاشياء لحتى ما تقولوا انه عم ننقق جراح او هيدا القديم لا لتحديد المسؤوليات فازن انت المسبب الاول بتفجير مرفق بيروت ولسخريت الاقدار انه ما في قضاء الى حقك لانه القضاء تابع للمنظومة السياسية الداعشية والفاشلة متلك انتو متل نبيه بري ومتل وليد جنبلاط ومتل سمير جعجع ومتل فؤاد السنيورة متل سعد الحريري اللي عبيد برا من كل شي هلا لانه زمدته السعودية اتنين اربعة انت يا نجيب مئاتي ما انت ملاحق بسوريا صادر فيك حكم بمليار وثلاثمئة مليون دولار سرقة واختلاص من من سريا تال وعليك حكم ونشروا واثنين ملاحق بلبنان ولكنك استغلات مركزك للقضاء للضغط على القاضي التحقيق الاول بالوكالة شربل ابو سمرة من اجل اصدار قرار بجرم الاسراء غير المشروع الملاحق في انت بانه سقط بمرور الزمن وهيدي فضيحة قضائية كبرى كان من المتوجب على قاضي التحقيق الاول بالوكالة ببيروت شربل ابو سمرة يروح ينضب بالبيت لانه ما فيه يخالف الانون ولانه انو الاثراء غير المشروع اللي صادر سنة السبعة وعشرين ومعدل بالتسعينات ومعدل اكتر بسنة الالفين واتمنتاش بيقول انو الاثراء غير المشروع عش كل الجرائن متعلق فيه لتسقط بمرور الزمن فانت ضغط على القاضي بو سمرة لانو معينين انتو وبالتالي طلع حكم باسقاط الجرم عنك بمرور الزمن السلسي علما انو هيدا هيدا جرم جنائي مش بس اه جنحي وبالتالي سقط القضاء نتيجة اصداره لهيدا القرار اكتر من هيك انت ملاحق بفرنسا وملاحق بموناكو هلا فيه دعوة جديدة رح توصل عليك بعد شوية غير دعوة موناكو غير الدعاوة اللي عم بيحكوها ضدك لانك انت اه تعمل اثراء غير مشروع تعمل تبيض اموال بشركك انت وخيك وبنخيك وبتسرق العالم يعني واكتر من هيك ملاحق بالقروض الاسكانية اللي اخدتها بسفر فايدة بالتواطق مع رياض السليم اللي انت عب تحميه وبتقول عنه انه الدباط ما بتتخلوا عنه لوقت المعارك اي الدباط ضابط الفساد عبيحمي ضابط فساد اخر. اه بتاخدهم بزرو فايدة وبترجع بتدينهم للمصر في المركزي بفايدة بيعطيك عليها ثمانة وثلاثين بالمية. اللي ما بتستحي على حالك. اكتر من هيك خمسة انت مسؤول عن ذبح وقتل عدة جنود وضباط في الجيش اللبناني. نتيجة اه تدخلك بالقضاء العسكري لما طلعت شادي المولة والارهابة واللي من بعد اخراجه من السجن بحكم ارهابة اخر كان اسمه حكوم سنة الالفان تسعة. ظهرتوا بسيارتك واخدتوا عالترابلوس وكان السبب المباشر بارتكاب المجازر والهجوم على الجيش اللبناني. فانت اول من انه بدك تطلحها. على كل حال راح خبرك خبرية قريبا جدا الله راد في دعوة عليك ودعوة على سمير جعجة باربع محاكم باربع دول بحقلة حاكم ضد جرائم الانسانية. وهلأ راح نحكي عنهم بالتفاصيل لاحقا وراح اطلب من الناس يشاركوا بهيدا الموضوع لانه ما بدي احمل انا بس لحالي هيدا الموضوع. بدي حمل كمان الناس تشاركني ويكون فيه توقيع لعدة لميات الالاف من الاشخاص لحتى نقدم هيدا الدعاوة لانه كل شي محضر. وما خامسا. سادسا انت المسؤول عن السرقة. انت بتغطي تقريات سلامة انت والبترك الراعي ونبيه بري وسامير جعجع وليد جنبلاط وفؤاد السانيورة واشرف ريفي وكل هذه المنظومة ومتروبوليت عودة ودار الافتاء. انتو المسؤولين عن ما حصل اه للشعب اللبناني. ليش انت مش بمدرسة الحريري رفيق من سنة اتنين وتسعين? ليش انت بالفين وخمسة مجيد رئيس حكومة? ليش انت مش مسؤول عن كل الشرزمات المالية والجرائم المالية اللي ترتكبت? ليش انت سادسا مش اطلقت لعند رئيس الجمهورية تقلو انه نعطيك رياض سلامة ومنحبسه بس تنازل عن التضيق الجنائي وهون يرد بسيط على جعجع بيقول انه لازم يتحدد مكامل الخلل بالدولة اللبنانية لحتى يتحاسب. اه ما انتو ما عملتو يعني عملتو حيالة شغلي من اجل عرقل التضيق الجنائي لانه تحديد الخلل وما كان من السرقة هو بيكون بالتضيق الجنائي بس يطلع هيدا التقرير. على كل حال انت بتطلع لعنده لرئيس الجمهورية يا نجيب الطويل الهبيل بتطلع لديعشي بتطلع لعند رئيس الجمهورية بتقول له مسال مقراس رياض سلامة ولكن تنازل عن تضيق الجنائي قال لك احد من هون وهلأ عم تبتهمه انك انت قدمت تشكيلة وهو اللي عم ما بده تشكيلة الحكومة لا لا انت قدمت تشكيلة عارف انه رح يرفضها رئيس الجمهورية لانك شركت كل المكونات السياسية بالدولة اللبنانية من عدد طيار الوطن الحر نتيجة حقدك وغبائك ودواع ودواع ودواع. دعوشتك ووسخك وقرفك. مش مش قليل لاش الفرنسوية عم بغطوا عليك لانه الفرنسوية سياسيين وقضائيين مش ومصرفيين مشتركين بالفساد اللي عبر القروض اللي كانوا يعطوك ياها ويعطوها لرفيق الحريري ويعطوها لسعد الحريري ولتمام اسلام ولرؤسة الحكومات كلهم المتعاقبين القروض والهبات اللي كانت مشروطة بتنفيز عقود ولكن كانوا عم بيستروا عنكن وهن بيعرفوا كل حساباتك. فجاي عم تحكي عن حكومات انت ما انت جاي كلفت كي لا تؤلف. اكتر من هيك كنت مفكر ساني سنينك انه لو كان حكومة تصريف اعمال رح تصرق صلاحيات رئيس الجمهورية بعد واحدة وثلاثين تشعين الفين واثنين وعشرين بس تخلص ويليته لحتى تنفز ما عجزة عنه الحكومات السابقة. ولكن فشرت يا نجيب انت داعشة بجرافات وانت من اسوأ انواع الشخصيات السياسية اللي اجت على التاريخ اللبناني ولا اجت على الحكومات. وانت ما انك رئيس حكومة لبنان. انت رئيس حكومة الدواعش فقط والصارقين. لانك انت مغطي سرقين وانت سرق. على كل حال. كل الدعاوة انا مش عم بختري عليك شي جديد. كل الدعاوة بتدل على هيدا شي. وازا فكرك يعني رئيس الجمهورية يقبل بتشكيلاتك الخزعبلية. لا مليح اللي نسيوا بالطائف هيدا الصلاحية التوقيع على اصدار مرسومة تشكيلة الحكومة. كتر خير الله نسيوها نسيا بطرس حرب الفاسد ونسيا جورج سعادة مطرح ما هو بقبره الفاسد الاخر. ونسيا البطرق سفير اللي مطرح ما هو بقبر ولا. ونسيا سمير جعجع المجرم السفاح الفاسد كمان. اللي بيحكي باسم المسيحيين هو ما الا علاقة بالمسيحيين. فيا نجيب مئاتي. القليل من التواضع. وقوعك. لما بدك تعمل بيانات ما انت ما بتتجرأ الا على انضيف. لانه لا بتتجرأ. متل سمير جعجع ما بيتجرأ بيقول الفاسد جبران بسين. ما بيتجرأ على نبيه بري ووليد جملات وهيدا. لانه خسيع. ولانه حقير ولانه غبي. وانت كمان هيك ما بتتجرأ الا على انضاف. بس قوع اتفكر. هذه المسيرة لانت توقف. لانه انت جيت مكلف رئيس حكومة. انت وغيرك وغيرك كلكم راح تهروا بالحبوسة. متل ما شايفني وشايفك. لانه ما في واحد قد ما كان طوله وصل عند ربه الا ما سقط. فله السبب. روح يا حبيبنا روح. روح شوف لك شي شغلة تعملها. وانت منك اده للطيار الوطن الحر. ومنك اده للمقاومة. ومنك اد رئيس الجمهورية. ومنك اد الوزير جبران بسيل. لانه دورك معروف وينه وبينتهي بشحطة الا من كم من فرنسا ولا من حيالة دولة رعيتك يا ارهيبي يا داعش يا سارك. وهي دي كل التفاصيل عددناها وانت زلمة ابو الارانب. وبكرة بس تروح الشمسية عن ابو الارانب بتروح عنكم كلكم سوا. فاستحي على حالك وبنتمنى لو كان في عندنا بطرياركية متل الخلق عفوا بطرك متل الخلق. الهلأ عم بيجي المجمع المطارني اليوم عم بيطلعوا قرار انه عبينيش دو المجتمع الدولي اللي يدخل بالنسبة لازمة الناس حين ويردوهم ع سوريا. وان كنتوا لما رئيس الجمهورية والوزير بشيل من سنة الالفان واتناش. طلع الشعر علسانه انه يقولوا هاي دي موقوطة رح تتفجر بلبنان. هلأ عم توعو لحالكم لتعرفوا ليش نحنا ماشيين بخط العماد عون. ولاش نحنا معو لاخر نفس. لانه هو بيقرأ الامور بابعد بستراتيجية لمية سنة لقدام. وانتو المية سنة لورا لا توصلوا لعهد الدواعش سنة الستمية وخمسة وثلاثين. هاي بالشوم عليكن. فانت بليغ بالسرقة وبالدعوشة وبالاحتيال على 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 الدول. ام كان بسوريا ولا بلبنان ولا بالدول الاوروبية. ولا الاحتيال على الشعب اللبناني المسكين اللي عم تسرق له ودايعه. واللي انت سبب اساسي مع نبيه بري ومع وليد جملات ومع سبيل جعجا ومع فؤاد السنيورة ومع رفيق الحريري لسرقة هذا البلد. فما تطول يعني ما تطمن بالك. لا حكومة راح تشوف. وخليها تصريف اعمال احسى يكون عنا رئيس حكومة مكلف انه يكون عنا رئيس حكومة فعلي على شكالك. ترسيم جاي وازا ما اجت ترسيم جاي الضرب وجاي الوواة وجاي الوجع وكلكم. ومنقلكم ياللي عم بي بس هيك عم بينمر على الشيعة ليعمل فتنة طائفية ومذهبية ما راح يرده عليكن المقاومة ونحن ما راح نرد عليكن. ومتل كل اخر فيديو بنقل له نحن معك لاخر نفس بنشوفكم بكرة الساعة تسعة ونص بتوقيت الجبل وعلى من يجب عليه ان يرعوي ان يرعوي. ما هيك? متل ما قال لسامير جعجع الساكت عن الشر شيطان اخرس. يا غبي يا غشين. الساكت عن الحق شيطان اخرس بس بما انه الشر بيطلعوا من نيابك ومن عيونك ومن دقنك وشواربك اللي ما حلقتن وقت اللي عملت وعد قدام الناس سنة الالفان اتناش انك تحلق وشواربك بالعلن. هودة بداخلك موجود الشر. نشوفكم بكرة ساعة تسعة ونص بتوقيت الجبل. تصبحوا على الف خير.